ديالا ليست بعيدة عن صعاب الأيام أو نباح ظلم والفساد لكن يدخل أهلها اليوم في معاناة ظاهرة تهدد حياة الأطفال والنساء ظاهرة الكلاب السائبة التي تتزايد بتصعودية متسارعة في أغلب مدن المحافظة كثير من أبنان الطلبة صغار ويذهبون إلى مدارسهم لكن هذه الكلاب بدأت تأذيهم فيجب تفعيل هذا العمل للقضاء على الكلاب السائبة من خلال جلب حبوب للقضاء على هذه الكلاب الظاهرة تحولت إلى خطر حقيقي في أغلب مدن ديالا نظرا لما تسببه من حوادث مؤلمة خاصة مهاجمة الصغار وإصابتهم بجروح بين فترة وأخرى تحولت أجواء المدن هنا إلى مسمع أصوات نباحة وهي تتسيد معظم الأوقات لتبث الرعب فباتت المشكلة خارج نطاق السيطرة بسبب انتشرها الكبير خاصة في مراكز المدن ومنها بعقوبة نطالب من جات المعنية بنشوف لفتحال هذه الظاهرة السلبية بالنسبة للكلاب السائبة من 2003 ولحد الآن طاشة بالشوارع فدناب يعني مثلوسة شوارع كله ليقدر جاهل يمشي ونحن نطالب من البيئة المختصة بهذا الموضوع يعالجون هذه الظاهرة هذه الظاهرة مو حلوة لأن أخوناس يطلعونهم وأطفالهم وعوائلهم فكلاب السائبة تأثر عليهم إذا كانت هاي الكلاب يجوز بها أمراض فتأثر على الصحة وعالبيئة وعالنتزهات صوت الأهالي يعلو بين فترة وأخرى للمطالبة بمعالجة الظاهرة لكن لم يجدوا آذانا تصغي لهم من الجهات المسؤولة رغم قطورة الأمر على البيئة والصحة العامة وقد وصفها البعض بعنوان لعنة الكلاب التي أصبحت ناقلاً أساسياً للعديد من الأمراض والأوبئة